انا مستني لما انزل لما كل كتب تنزل المراجعة النهائية تمام عشان وكمان الانجليزة هيكون فيه لو انتم عايزين قص عايزين كتفي كتاب بنزل تدريباتها وكمام حنشوف برضو افضل كتاب ايا كان استباهد الباهر اللي هيكون قريب مننا يا جماعة تمام او اللي هيكون نزل اسرع فما تقلوش شوية كده كمان انا بس لما انزل واشوف الكتب وهقول لكم جماعة احنا احنا اشتغل من كتاب كزا في المراجعة العرج مثلا الاضواء سندباد ايا كان حنشوف بس ايه اكتر واحد منزله اه ماشي ماشي حنشوف اكتر كتاب قريب في الاستخراج ده تمام عارفين هيك اجتهادات مفيش اصلا عليهم اتحانات ولا عليهم حاجة كل كتاب هيحاول يميز نفسه فهنشوف افضل كتاب منزل تدريب وسيم هنشوف افضل كتاب منزل وان شاء الله نجيب تدريبات عشان ايه نأكد عليها الحاجات ديت معايا الكتاب الترمي التاني بتاع الاضواء مش منخلي حاجة تدريبات عالمدود استخراج وتقطيع وتحليل والمد والممدود كتاب ممتاز جدا في الترمي التاني بس برضو هنشوف ايه ملقناش خلاص ده ما احنا مشين بقى تاني وَلَدَنْ حَدِيدٍ وَلِيدٌ أَدْهَمُوا يَدْفَعُوا ده كده ليه؟ يه؟ يدودو مش هفت يدودو مدير رأيه بابا؟ يدودو 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 نا مش ده يدودو يعني يدودو فاسمها يدودو تاني وَلَدَنْ حَدِيدٍ وَلِيدٌ أَدْهَمُوا يَدْفَعُوا ده كده لإيه؟ التنوين والمدبل إيه؟ والسكون بقى عندين ايه جدا؟ الشدة؟ تمام ألف حمزة فتحة A دال شدة وفتحة أدا ألف حمزة فتحة A دال شدة وكسرة أدي ألف حمزة فتحة A دال شدة وضمة أدو تاني تاني أدا أدي أدو أدي زي كلمة أدي أدف ماشي أدف عو يبتعي منين دي جانب أدف عو طبعا الدال من حروف اللام الايه؟ الشمسية الدال من حروف اللام الشمسية لما جاء قطع هقطع هو الألف هو اللام الشمسية مقطع تمام؟ ومش همطأ اللام أدف الدال التانية جاي وراها ايه؟ حرف الفا ساكن هقول أد دف أدف عو طب هنا أدي زي كلمة أدينو أدينو ماشي أدينو دي فيها مادة هي؟ أدكو أو يؤدي وهكذا أدينو الدال مع الألف واللام الشمسية أد الدال التانية هتبقى لوحدها لأ وراها ايه؟ وراها ماد بالياء يبقى أد دي نو لما جاء قطع هعمل ألف واللام والدال مقطع والدال التانية مع الياء مقطع ونين لوحدها أدينو تبقى أدو أدودو أدو 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 أو أدو هو رو أدو ألف الألف واللام مع الدال أد أد الدال التانية دو يبقى هنا مش هورها ماد ولا مش هورها حاجة هتبقى لوحدها أدو أدوه والهاء وماد بلواه هو يبقى أدو هوره كلمة الظهر يعني الزمن الظهر يعني الزمن تب نعرف مين هو الزمن ربنا ألف نزل وسقep هنلؤ أنا عند committed ما وقف له ما يفترفون وقف لي بقى ترفون هنا وقف لي تمام كلمة الدهور يعني الزمان الظهر يعني الزمن طب يعني ايه الزمن الظهر عرفنا منين ربنا بقول في الحديث قدسي يؤذني ابن آدم أن يسب الظهر وأنا الظهر يعني ايه بقول ربنا بقول بتأزه من اللي سب الظهر يعني يسب الظهر وأنا الظهر الظهر اللي هو الزمن يعني يسب الظهر يعني يوم اسود يوم ما يعلم بني ربنا يوم هباب ليلة سودة ليلة كذا يوم كذا سنة ما يعلم زي الناس اللي تشتم على مثلا على عشرين عشرين على الفيسبوك طب النهار طبعا هنشوف اللي أسبوع الجيدة زي ما إحنا عارفين ليلة سنة كبيسة سنة تعيسة سنة حزينة سنة معرفش إيه مر فيها محدش عارف الخير فين وربنا ورب الخير لا يأتي إلا بالخير اللي بيسب اليوم ده أو سب الظهر الدهر اللي هو الزمن سواء بقى دي ساعة سودة يوم أسود سنة سودة والعياذ بالله ده ربنا بقول أنا بتأذى من اللي بيعمل ده يؤذني ده حلس قدسي يؤذني أبن آدم أن يسب الظهر وأنا الظهر أنا الزمن يعني الظهر معناها الزمن فالناس يعني إيه اللي هتعمل مشاركة على البستات بعد السنة اللي سنة اللي نعلم بها ربنا فحاولوا ما تعلموش مشاركة للبستات زي كده أدو أدوهورو تاني أدى أدفعو أدى أدينو أدو أدهورو تمام طبعا حرف الدال من حروف اللام اللي ايه الشمسية هنقولهم تاني دال فتحة على سوق يا جانب تعال اريهم بسرعة كدير اللي معهم بسرعة مشاركة عشان نريه نشف خلص خدي بس الأول خدي تبقى لك ساعة عادة تعالي هن؟ كدشك دا يلا؟ وانت هنا يلا بسرعة والسلام عليكم السلام عليكم دا الفتحة دا دا القسرة دي دا ضم دو دا مد الألف دا دا مد الياء دي دا مد دا مد الواب دو زا كلمة دفعا و و و و و دي عا دو في عا يدا فعو يدا فعو ودي ودي عن ودي عن يدو يدو رو يدو رو دن 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 أد و ولدن حدي حدي دن ولي ولي دن أد أدها أدهمو يد يدفعو أده 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 زا كلمة أده 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 فعو صح؟ أده لو أدهو رو أدهو 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 دفعا دي ودي عا أدهو أدهو أده 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 رو سنكز سنكز دفعا بالبتالة تمام يا جماعة؟ ده كده حرف الده أهكلمات معلش شي أنا كلمات يا جنا ماللي هالك يا جنا كلمات اللي ورعا طبع جماعة كلمات هنزلهم 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 هاي قطعهم كلهم الكلمات هيتقطع كلهم لأول مهندس هنحط لها ألف و لام المهندسو المهن المهندسو المهندسو الدبو الدبو بعد كده القردو القردو سد دا هنخليها سد دا تمام احمد احمدو كلمة يرتدي 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 يعني يلبس كلمة كلمة يجيدو كلمة يجيدو يعني يتكن يجيدو أحمد استخدام الحاسب الآلي كلمة درو دروسه تمام؟ دول كلمات اللي موجودين معنا في الكتاب كمان بلاش نضيحهم للمهمين جدا تاني تاني هقول لهم تاني المهندسو الدبو الدبو القر القردو سد سد دا احمدو يرتدي احمدو يرتدي المدرسة المدرسة يجيدو 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 احمدو مذاكرة دروسه يرتدي احمد الزي الاحمر وهكذا دروسه يجيدو المدرسة يرتدي احمدو ربنا يبارك فيكو يحميك موما تسجل بتقولك ربنا يبارك فيكو يا جانا ولها شكرا ولها شكرا بقى حرف الدال بقول لي دال دي كن دال دي كن فوق الد الداري يؤذن 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 فج رن يوقظ جاري تاني دال دي كن فوق الداري يؤذن شده وكسره يؤذ احنا قلنا قبل كده اني طبام فيها ضمة او الهمزة مضمومة حيكون الحرف الهمزة على الواو يو ضمة هي يؤذي شده وكسره يؤذنوا 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 فج سكون فجرا تمام بالفتح يوقظوا خذ بالكم الواو هنا مات بالواو تمام وحش كتير جدا هتلخبط فيها يوقي يوقظوا يوقظوا جاري مات بالايه مات بالالف تاني دال ديكن فوق الداري يؤذن فجرا يوقظوا جاري دال ديكن فوق الداري يؤذن فجرا يوقظوا جاري كلمة دال طبعا حرف الدال ديك يعني الدك اللي بيؤذن فوق ظرف مكان فوق البيت الدار يعني البيت يؤذن يعني يوصيح الفجر يعني الصبح اول النهار يوقظوا يعني يوقظ يعني صحي تمام جاري يعني جار اللي في البيت بيقول ديك بيؤذن الفجر عشان يصح اللي الجار استخرج من البيتين مات بالالف ومات بالياء ومات بالواو مات بالالف ومات بالواو ومات بالياء مات بالالف مات بالياء ومات بالواو يتاني تنوين بالضم تنويل بالفتح اسم استخرج اسم واستخرج فعل استخرج كلمة بها حرف قطع كلمة بها حرف لثوي كلمة بها حرف لثوي وكلمة بها حرف مفخم كلمة بها سكون وحللها كلمة بها شدة وحللها لام شمسية لام شمسية كلمة بها همزة على الواو لو حد عايش زود يقول واذكر سبب وضع الهمزة على الواو برضو ياخدوا فكرة عنها واذكر سبب وضع الهمزة على الواو احنا قلنا الهمزة الهمزة لو مكسورة او 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 قبلها كسرة هتبقى على اليا لو في اخر الكلمة لو في نص الكلمة على نبرة لو قبليها ضمة او هي مضمومة هتبقى على الواو لو مفتوحة هتبقى على الالف وهكذا لو مد تبقى على السطر استخرج كلمة بها همزة ثم اذكر سبب وضع الهمزة على الكرسي اللي هي قاعدة علي ده ايه تاني ايه تاني اسم مفاعل خلاص قلنا اسم مفاعل او تمام اسم مفاعل عادي نتزوده واستخرج ظرف مكان شو ايه اللي تعليك هناك ظرف مكان خليهم برضو ياخدوا فكرة عنه ظرف مكان يا جماعة يعني فوق تحت بين امام خلف وهكذا برضو والله انا قلتها ابن شفت علي ظرف مكان حتى لو هو هتوحلوهم معهم اول مرة اتاني مرة هتعودوا عليها ظرف مكان مكان يعني ايه يعني حاجة بتعبر لي عن مكان فوق تحت يمين شمال خلف امام تمام بين وسطة كم دي كلها بتبين مكان اللي ايه واحدة دي احنا قلنا ظرف مكان حرف قطع قلناه حرف مفخم حلو خلاص كده ما فيش حاجة احنا كده سبناه سبناهاش خالص بس خالص اه ظرف زمان يا جماعة ظرف زمان ظرف زمان احنا قلنا ظرف المكان بيبين المكان اللي احنا قاعدين فيه وظرف الزمان بيبين يا جماعة الزمن بيبين من اسمه ظرف زمان بيبين الزمن يعني صباحا مساءا ظهرا عصرا فجرا صيفا شتاءا بيبين الظرف اللي احنا المكان بيبين الزمن ظرف المكان بيبين مكان الحاجة ظرف الزمان بيبين زمن الحاجة الصبح بالليل الظهر العصر الزمان خلاص اعتقدمش حاجة تتقال فيه كده فيه تاني يا جنا يبقى ظرف مكان وظرف ايه وظرف زمان ممكن فعل مضارع بس خليها بصعبة شوية فعل مضارع اللي هي يؤذن بيؤذن دلوقتي فعل ايه مضارع كلمة يوكوز برضو فعل ايه مضارع ادخل بقى لانجيزة عشان طويل النهارده شوية فيه شوية فيه حاجات درسية ما كده تمام هاتوا يا جماعة معايا اول درس معايا في الوحدة السبعة المفردات الكلمات دي لازم يحفظهم يا جماعة لازم يعرف كلمة يعني ايه يعني مفردات ويعرف كلمة يعني استماع وكلمة يعني تحدث كلمات دي في كل درس تمام لازم يعرفها الدرس بقول لي او الوحدة كلها بتقول واد دي حرف جر معناها فيه اه خدنا في العربي فيه حرف جر وكلمة اد برضو فيه تمام وكلمة ان برضو فيه وكلمة ان فيه كل حاجة لها استخدام بس منكش عراخ الوقت بيها صعبة جدا عني دلوقتي اد معناها فيه وان معناها فيه وان معناها فيه وكل واحدة لها استخدمات خاصة بيها اد هوم يعني في المنزل اد حرف جر تمام يعني فيه وهم يعني البيت او ساكن ايه هنطل او باسمه اول كلمة عندي بتقول لي احنا هندرس النهاردة الحاجات اللي موجودة في البيت. الحاجات اللي موجودة فين في البيت. اول حاجة عندي. الكي مع الاي كت. كده كت. خلاص? كت. شرطة اي. والسي اتش بنتها شن. يا مستر هي السي اتش بنتها تشن ولا شن? بصوا يا جماعة. احنا عندنا تي سي اتش. اي كلمة فيها تي سي اتش فيها حالتين. وانت اختار الصح او اللي ابنك يستوعبه. يا إما تقول له التي سايلاند وانت اختتش. يا اما تقول له انت تي وانت سي اتش بمعنى ما ينفعش نقول له ان تي والتي والسي اتش بتشة يعني ما ينفعش نقول تش تش. ما ينفعش ننت اختمو مرتين ومرة بعد. تمام? يعني ما ينفعش يقول كت. تشن. تشن غلط. اما له socketلام ايه? اه زر اه زر اه فجرا فجرا زرف زمان صح يا ام شهد. دخل الالف اللام مفيش لكلمة فجر بس اللي تنفع بس احنا اخدنا اللام الشمسية الالف اللام عنا ندخلوها بس تكون الكلمة لام كمارية. ومش في لكلمة فجرا بس. يعني دخلوها عكلمة كمارية عشان اخدنا لام شمسية كدير. الداس مفيش لام كمارية. هقول تاني ما ينفعش يا لما يكون فيه تي سي اتش ما انفعش انطى تي والسي اتش تشاه. يتنطى تي وتقول السي اتش شاه. وده هتلخبط الطفل. ايه ما تقوله هنا ايه? لما التي تيجي قبل السي اتش ما تنطعش الايه? التي. هتبقى كتشن. كتشن يعني مطبخ. والسي اتش طبعا ما انطعها تشاه. وشرطة ايه في الاخر يبقى كتشن. محدش يكتب لي الكلمة من غير فونيكس. كتشن. تاني كلمة معايا اسمها كلمة يعني سرير. باد. شو بقى مفتوح ازاي? باد. حتش يقولي بد. باد. باد. اه عايز اقول كلمة مبارح. في غلطة مبارح في الواجبات. كلمة تيست يا جماعة اسمها يتزوق تيست مش تيست. كلمة تيست. تيست اي كان تيست وذ ماي تونج. انا بتزوق بلسة اسمها تيست لونج اي اي ساكن اي ما اسمهاش تيست. اوكي? دي اسمها باد. باد يعني سرير وكلمة روم يعني غرفة. كده معناها ايه? قط النوم. او غرفة النوم. باد روم. باد روم. هنا الشورت ايه? ايه? وال او او. ده الصوت التاني بتاع اللونج يو. احنا ما تقوليش بقى روم. باد روم. لأ باد روم. باد روم. ودايما لما يكون عند كلمة ذاتة ومقطعين زي كده بقى ايه? بسترس على الكلمة التانية يعني ايه بس ترس على كلمة التانية بقول الاولة بسرعة بطول في التانية بيد روم بيد روم اوكي بيد روم اظهر التانية اه اه غرفة الحمام البي با والاي ا مع بعض با وحط وعشان خطري ما حدش يقول لي باس باس روم غلط ليه هتعوده ينطق غلط من اول دي حاجة بتاني حاجة هيتملها ازاي هيتملها اس ما هو مش حقيقة وهي اللي عرفوا ان دي تي اتش يبقى هو عارف دلوقت ان تي اتش الصدة ما بطلعش الا من تي اتش يبقى باث ومحطش يقول لي باس لباس ولا باث باث روم باث روم باث روم باث يعني حوض او بنيو كلمة روم يعني غرفة مع بعض هتقل باسمهم باث روم شوف باث باث بسرعة روم اطول في التانية باث روم باث روم باث روم باث روم طلع لسانك في تي اتش طلع لسانك في تي اتش عشان لما تجي يتملى توب انت عارف التاه ما بتجيش لما التي اتش بس لو قلت باس هتحطها اس اوكي باث روم باث روم كيتشن كيتشن بادروم كلمة ثالثة معنا قط المعيشة ايه هي قط المعيشة احنا عندنا تمام بنقعد فيه بس برضو ايه بنخليه لإيه للضيوف المهمة عندنا يعني قطة بنقعد حاطين فيها شاشة وقعدين فيها عايزين ناكل بنقل فيها عايزين نقعد نقعد فيها عايزين يمدد شوان يمدد فيها لكن ماينفعش نقعد فين بس كلنا بنسيب بنسيب ونقعد فينسيبش عشان بوزه تمام وخاصة في الصيف المهم قطة تانية داخلية لأهل البيت يعني يقعد فيها ونأكل فيها ونشرب فيها بنهرسها يعني من الآخر كده اسمها ايه شرط اي اهي والفي مع الاي يبقى وحط الان حط الجي يبقى الجي ما كاناش مش موجودة هتقول هتقول بس ما تقولش سوطها ما تقولش لأ وحط الروم يبقى كلمة يعني يعيش كلمة معناها معيشة حط لها روم يبقى قط المعيشة اللي حتنوعد فيها يبقى انا كله كلمات فيها كلمة هاحفظ كلمة بيت بس كلمة باث كلمة ليفن ليفن مش ليفن يا جماعة ليفن ليفن كلمة بعد كده كلمة عند الجي شوف انا كاتب ازاي كاتب الحروف كلها كابتل عودوا من دلوقتي يكتب حروف الاوانية كلها كابتل فاي كلمة كابتل عشقا برضو ده درس اساسي في ايه ده علامات ترقيم ترقيم فالإزم هو يكون مهيئ برضو عشان ما ياخدش الصدمة مرة واحدة تمام لما قل له ارتب اسماء لأشخاص كابتل اول حرف الكلمة كابتل اه اسماء الاختصارات كابتل اسماء المدن كابتل لا هو عنده عرض عنده فكرة ان اول حرف ده بكتب كابتل تمام وحنا قلنا احنا قلنا ازاي الكلمة باع لكن لو جه ورا ار بيخلينا فخاموا شوية. با با يبقى جار. حط دي خلاص حط الان. جاردن. جاردن يعني حديقة. طب ايه يا مستر الفارق بين جاردن وكلمة بارك حديقة. الفارق بين كلمة جاردن حديقة وكلمة بارك حديقة او منتزة. كلمة جاردن يعني حديقة بيت. خاصة بي انا وبيتي انا. انا باني فيلا باني بيت وقدامه جاردن. فيها زرع وفيها نجيل وفيها بوقف العربية فيها بوقف فيها زرع دي اسمها ايه جاردن خاصة بي وعمل سورة عليها وقدام البيت بتاعتي انا. اما كلمة بارك حديقة بس حديقة عامة. يعني حديقة حامة عامة حديقة الازهر حديقة المنتزة حديقة الفستات حديقة ناس كلها بتروحها مش مش بتاعتي انا تمام? يبقى جاردن حديقة البيت او الخاصة بيه وبارك حديقة عامة. تمام؟ تمام نقولهم تاني عشان ناخد ازاي نسأل على المكان باستفهام جيدة مفضل كيتيع أفتحين؟ foundational منPhil طيب انا عايز اسأل عن مكان هسأل عن مكان بايه احنا خدنا قبل كده لما اسأل عن حاجة كده حاجة جرعاكل هقول له ايه انا اكون زكي وانا بذكر له هجب له ما هذا وهجب له من هذا احنا خدنا قبل كده بتسأل عن حاجة جرعاكل واخدنا هو بتسأل عن مين عن الشخص العاكل دي امي تمام النهاردة هناخد تالت اداء معنا النهاردة في الادوات الاستفهام كلمة وير وير معناها اي ناي فيه تبقى فين اكتب ايه ما ايه عايزها اكتب ايه ايه خلاص يا جماعة احنا خدنا قبل كده كلمة وط بتسأل عن ايه عن حاجة غير عاكل وكلمة هو بتسأل عن عاكل هناخد النهاردة وير وير بتسأل عن مين عن المكان مكان اي حاجة مكان بيتي مكان عنواني مكان مدرستي مكان حاجة ضائعة مني داخل سوبر ماركت بسأل مثلا انا بقول لي في الممر التالت داخل هايبر داخل مكان كبير بسأل عن سلعة معينة بسأل عن قلم بسأل عن بابة بسأل عن مكان اي حاجة ما فياش بقى مذكر ولا مؤنث ولا عاكل لا لا بسأل عن ايه مستر ممكن لما يكون فيه وقت تجمع دوات السفان وحدهم عشان يعرفوا الفرق بينهم حتى لو في مراجعة ما احنا قلناه احنا خدنا بس ثلاثة لما نخلصهم كلهم هبنجيهم كلهم مرة واحدة احنا خدنا بتسأل عن حاجة العاقل تمام واخدنا هو بتسأل عن الشخص العاقل هو انا انا واحد شفته معك اول مرة هو اذ هي من دا مين هي از ماي فاظر هو اذ شي شي از ماي سيستر تمام هو اذ هي هي از ماي جرانبا وهنا خدنا نهاردة كمان كلمة تسأل عن المكان مكان اي حاجة القلم في الشنطة تمام فين البنت تمام طيب مثلا هسأل سؤال انا قاعد في البيت انا وماما تمام وبنتكلم ومرة واحدة بابا كان قاعد معنا ومرة واحدة انا مش ايه مش شايفه هقول له هقول لها وير از ماي داد او ماي فازا فين بابا يا ماما انا كان يعني احنا عاديين كلنا كدير مرة واحدة واحنا عاديين بوسخي مليتش بابا قاعد معي فين في المكان ويرز ماي داد هتقول ليه ها هقول ويرز داد ده ايه مذكر صح هي هقول له هي هو يكون هي از ان ذا باثروم هو دخل الحمام تمام هو دخل الايه الحمام تاني فين بابا هقول لها هقول له هي از طيب لو 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 انسألتك وتعلك ويرز ماي اه ويرز ماي سستر اختي راحت فين هتقول لي هتقول لي هي از وارا تقول شي از لأ طبعا شي هي تكون شي از خلاص وير از ماي داد هقول له هقول له هي هي از ان ذا باثروم هو فين في الحمام طيب وير انا دخلت الحمام اغسل سناني دخلت الحمام اغسل سناني انا حطت الفرشة في الصندوق بتاعها على الحض ومتعود كل يوم امسك الفرشة باخصر رحت اجيب الفرشة عشان اغسل سناني الصبح تمام فمش لقيت الفرشة فروحت الماما هقول لها ايه ويرذ ذا برش فين الفرشة اين انا اقول لها كده اين مكان الفرشة فين هي ويرذ ذا برش ويرذ ذا برش طيب البرش دي عاكل ولا غير عاكل لا غير عاكل يا مستر هستخدم لها ايه ات هقول ات هي تكون تكون فين مسلا ان ذا باج مسلا في الشنطة عشان ما نصعبش موضوع تمام يبقى بتسأل عن المكان خدنا ثلاثة عن حجر عاكل هو عن الشخص العاكل بتسأل عن المكان بتسأل عن المكان خدنا بتسأل عن كيفية اللي هي هي مش عليكم بس بتهلكم زيادة تمام في كمان عن الزمان عن الملكية لقيت الام على الارض محفظة هوز اذ ذا ولت هوز اذ ذا ولت او هوز هوز اذ ذا ولت ذا ولت يعني محفظت مين ديت هو اذة بن تمام الام مين ده بسرع الملكية ده كله هناخده ان شاء الله لو قابلنا مش قابلنا هبنجمع حصة كلهم عليهم تمام يبقى كلمة معناها اين يوجد بتسأل عن ايه عن المكان بتسأل عن المكان في الشنطة مثلا حطها الشنطة خلاص هنا بيقولي في كتاب ايه بيقولي هو فين في قط المعيشة هي فين في الحمام وجيب لي صورة هي البنت في الحمام والبنت فين في الصورة طيب مطلوب مني اينا مطلوب مني انا نحفظ اتصفهام وكل واحد هيعمل لي ايه جمل عليها بتقول لي بيجا وراها اسم ايه مفرد اسم ايه مفرد يعني اسم مفرد ما انفعش اقول فين هو الاقلام لأ او اين 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 يكون الاقلام لأ اسم مفرد اسم مفرد فين حاجة ورا حاجة مفرد تمام اين يكون او ايه تكون طبعا هو خدناها هي يعني اه اه هو يعني هي وهي يعني شي عشان اقول في كزا او فين في كزا طبعا عارفنا ده الدرس الايه الاول حدا عنده مشكلة فيها حدا عنده مشكلة يا جماعة في قاعدة او في السؤال في حدا عنده مشكلة في السؤال تسع المكان كلمة لازم يجي وراها حاجة مفرد ده مفرد باثروم مفرد براش مفرد خلاص نعم ايه جانا بتقول خلينا نعمل جمل على ده يعني جمل كل واحد هيسأل سؤال يعني احنا كلمات النهاردة بصوا كده بصوا يا جماعة بصوا كده احنا عندنا كم كلمة احنا عندنا كم مكان في البيت المطبخ وقط المعيشة تلاتة اربعة خمسة اربع ايه اربع اماكن كل واحد هيعمل لي هيستخدم لي كلمة وير ويعمل سؤال يعني مسلا هتقول ايه هتجواب عن نفسك هي is in the kitchen where is my father he is in the bedroom where is my sister she is in the bathroom where is my مسلا he is in the living room where is the مين 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 فيهمتوا ازاي يبقى هستخدم ده سؤال هستخدم عشان تثبت معايا هستخدم وير تمام واستخدم الحاجات ديت فين في الاجابة تمام انا هسأل عن افراد العائلة احنا خدنا افراد العائلة خدنا بابا فاظر ام ماذر ماذر خدنا اخت سيستر اخويا براثر جراندي ماذر وجراندي فاظر هتسأل عنهم كلهم هتحط كلمة where is the grandpa where is the grandma where is my sister where is my father where is my mother والحظر الحظ كلهم جاي معاهم خمس اماكن ها هتقول he is او she is in the kitchen he is in the bedroom he is in the bathroom خلاص واضحة لازم كل واحد يعمل لي خمس جمل عشان نسبت وير ونسبت الكلمات كمان واعرف اعمل جملة مهمتوا سيمة تقول الشطورة يا جانب رفو عليك فكرة حلوة اقول لك شكرا الدرس اللي بعده listen to بقول لي leader a the leader سهل يا يا جماعة هي هنعمل السؤال ونعمل الجملة نعمل السؤال ونعمل الجملة هنستخدم الاماكن احنا حفزناها خلاص وحفزنا هو is فاضل مين فاضل الشخص اللي انا هقوله عليه هو مين اللي بسق عليه وعرفهم كلهم افراد عيلتي ولو هو مذكر اقول he is وحط المكان ولو هي مؤنثة she is وحط الايه المكان ده ده كله ما بنضيفش حاجة جديدة لأ احنا بنجيب الحاجة اللي احنا ايه حفزناها نحطها فين في جمل الدرس التاني بقول لي leader a leader a بقول لي احنا اخدناها قبل كده the a makes sound a زي كلمة ا ميرا زي كلمة ا انت حاجة يقول لي ont تمام زي كلمة ا ابل بسمها يا جماعة ابل 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 تقولش ابل 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 في قولها زي كلمة بي بول زي كلمة تاي بول تاي برضو هنا فيه بين البي وبين الال بي ايه ده بي بول تمام بي بول بي بول كلمة هيا صح ولا غرط كلمة بي بول محاس انها مش طبيعية همم بغايفة مش كده ابدا حدا يا مارك بتحق كده بي بول صح السؤال كان يو يا مستر اللي في الصفحة التانية فين ده فين كان يو مش عندي كان يو يا جماعة اه لأ دي غنية ولي وط ويريز يونس يونس ويريز يونس انزا كا انزا باثروم كلمة كان يو سي هل تستعن تتشوفو كان يو سي كان مش عايز تدهلهم دلوقتي او مش احت انا مش عايز تدهلهم دلوقتي عشان لو تتشرح هتشرح كلها انها فعال المساعدة كلها لما تجي في الاول معناها ايه معناها هل? كان يو سيمي كان يو اه سينج تمام؟ كان هنا معناها هل دو معناها هل اي اه از في الاول هل ار في الاول هل فخليها في وقتها هم مش يقصدوا هنا ان هي درسة عليه لأ عشان بس من اللخوط همش اي فعل مساعدة يا جماعة بيجي في الاول معناها هل? كلمة كان يستطيع لما تجي في الاول معناها هل كلمة دو معناها يفعل لما تجي في الاول معناها ايه هل? انا كتبها صح طيب ما ليه انا حاس ان هي غريبة ليه؟ انا كتبها صح انا مش عارف حاس ان هي غريبة ليه؟ انا كتبها صح انا مش عارف وعيني مش حبيها المهم احنا قلنا ايه؟ اي بي وراها ال حطها وحط لها او وانت ايه؟ صهيرة كده زي كلمة ابل في او هاي؟ تابل بي بي بول بي بول وهكزا عشان نطق بتاعك بقى كويس خلاص سيبه تمام؟ سيبه كان يا جماعة والحاجات ديت عشان ده فعل مساعد وما اخدناش الفعل مساعد لسه ولم يجي في الاول معناها ايه؟ وينفع اسأل بي ازاي عشان ما نتوهش الاولاد تمام؟ ايه؟ تابل روح؟ خلاص 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 طيب الليدر التاني الليدر ايه؟ ليدر اس زي اس ميكسي ساوند؟ ماشي اس زي اس ميكسي ساوند؟ س زي كلمة سامي فينا الوية سامي زي كلمة ستار الاس مع التيه ستا والا مع الار اار يبقى ستار يعني نجمة مربع يعني سكا وير ما يطلخبطش بص اي كيو في الدنيا وراها ايه؟ وراها يو عشان ده بقى قاعدة عندك اي كيو في الدنيا وراها يو اي كيو في الدنيا وراها يو وما تلخبطش هتحط سكا واليو اعطوه وراها وبعدين اي اير ايه اللي خلانا امطل الاي باسمها؟ ان في اي اكيد في الاخر في اي سكا وير سكوير سكوير سكا اليو ده اعطوه الملازمة مين؟ ملازمة اليو يا جماعة الكيو يا جماعة عشان كده ما بناخدش احنا في الشرط اي بناخدش ال الكيو مع ال اي في الشرط او وناخدش ال او في الشرط اي بناخدش ال الكيو مع ال اي وهكزا لماذا؟ لان اليوم اللازقه كدا في مين؟ في اليو حتى سطหนوا كوا حطين معها اليو عشان هي بودتيش لمعها كوا كوا خلاص يبقى Damas ستاشل ديапو MICHAEL يا جماعة ايه ساكني همطل ايه باسمه؟ اي 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 سكوير اميرة انت ابل. تمام? ده كده الدرس التاني. الحصة الجيه هناخد الدرس التالت الاشكال الهندسية. تمام? اعتقد ان احنا اخدناهم قبل كده. يعني يعني الحصة الجيهة ان شاء الله مش هنطول فيهم هنقولهم بسرعة او احنا وقفين. عشان ندخل. ولا هي الوحدة كلها خلصت. ان شاء الله الوحدة كلها تلات دروس. ندخل على ايه? على في الاهرامات. كده الكاليبات يا جماعة اللي خدناها النهاردة كلها عمود وتنزل بيها. كلها عمود. وما حدش ينسى كل الخمس اسئلة على عن الاماكن. عن افراد الاسرة ونجاوب عليهم بنفس الايه? بنفس الطريقة. لو مذكر لو مؤنث ان شاء الله الحصة الجاية هناخد الوحدة التانية هنبدأ فيها. هناخد اول الاسماء الاشكال الهندسية على السريع. احنا اخدناهم في الماس. مش هنطول فيهم. وبعد كده ندخل على الوحدة جديدة على طول. بازن الله بس هنقول اول حصة الجاية هنقول الاشكال الهندسية على السريع وندخل على الوحدة التامنة بازن الله. تقريبا مباشر الوحدة التامنة والتسعة. يعني ست دروس تقريبا وهيخلص بسرعة بازن الله. انا بما يعادل انتم تاخدوا تلات حصة اه درسين اه انجليزي في اسبوع ودرسين عاري في الاسبوع. كأنكم بتاخدوا اربع ايام. بس انتم مش مقتنعين. انا قلت اضغط الحصة والايام عشان نخلص. انتم من الاول السنة يا مستر السفارة. هنخلص بدري يا ما والله. والله هنخلص بدري. متقلوش. وهنراجع كمان. هنخلص وهنراجع. هنجيب مراجعة ونراجع بازن الله. ببقاش الوحدتين ست دروس هيخلصوا في حصتين تلاتة تقريبا. وخلصنا انجليز اللي كان تعبكم. وتسعى وحدات وطويل ومش طويل. بعد كده كان نقطة بلس بازن الله. بازن الله. بازن الله. بازن الله. بلس هشرح لكم بلس. وهنراجع لكم تاني مطلوش لسه. احنا معنا لشهر اتنين لسه. حد عنده اي سؤال? حد عنده اي سؤال? حد عنده اي سؤال? اي سؤالة? قبل ما اقفل ها? دود معك كتب معك كتب بلس يا جماعة ومش معك كتب بلس. عشان ابي عارف بس. وكي طبعا كل واحد دقات معك كتب بلس جايب كتب جايب كتب من الشارك ومن الغرب. واحد جايب واحد جايب الباهر واحد جايب واحد جايب بجده بجد الحمد لله. اكتر واحدة امامة شاهد يا مستر احنا سفارة احنا سفارة احنا هنخلص سفارة ما فيش التحالات يا جماعة. وخلصنا بقدر قبل نستني. الحمد لله. وخلصنا براحتنا يعني مش 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 سعجلين. تمام? ومش كروتنا. خدنا الدرس براحته وخدنا حاجة اللي فيها وطلعنا الفونيكس اللي فيها. وعملنا فيديوهات وياباد كتبوا لاول مرة يعملوا فيديوهات والاول مرة يكتبوا جمل بيديهم. حاجة جديدة جدا جدا. وحاجة على مستوى عالي. معنا المعاصر كونكت بلص. ما ان شاء الله تقريبا هنشتغل بالمعاصر بإذن الله. عشان بس ازا بحدش يتسرع وجيب حاجة مش موجودة. تمام? هيبقى بلص ان شاء الله هيبقى المعاصر ان شاء الله قصد. هنبقى المعاصر طبعا. المعاصر زي ما شايفين عامل ازاي? المحتوى عرض المادة العلمية ممتاز جدا جدا جدا. انا برتاح ونشغل فيه. مع انه اللي هنا هو اللي هنا. بس انا برتاح نفسي ونشغل فيه. مش مكالكع. تمام? لأ الباهر الباهر بقى بنت حرة. انا هشرح لي في 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 المعاصر وحل تدريبات عندك انت الباهر. سهلا انا جيب كتاب تاني سهلا جيب كتاب تاني. سهلا. بس اصبر قصة منخلص بس. اصبر ربنا يحيينا ويحييكم ومنخلص الاول. قلت لك الباهر اول سنة ما كانش ما كانش المعاصر لسه نزل. المعاصر اول مرة السنة دي ينزل كتاب معاصر اول مرة ينزل البلاس لكيجي وانو كيجي تو. انا قلت لك فعلا انا قلت اول سنة فعلا. النهايته الباهر بس المعاصر لسه منزل على وداية الترن البلاس اول مرة يعملها واول مرة ينزلها. وده دي المؤلف نفسه اه 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 اكلمني وقال لي لو ليك الملاحظات سمستر على كتاب فانا والله انا معندي نسخ مجانية. يعني شفاء انا بقول له بنصحهم وبقول معاصر والله معندي نسخ مجانية ولا يتبعني منهم اي حاجة. بس هو الامانة. الامانة معان كمان معان في كتب تانية عارض علي ان انا اقوله على اسمائهم وفي الجروب واعلن وليك نسخة مجانية بس انا انا قلت الامانة الكتاب الكويس هو اللي نشتغل منه. فالرجل قلت له محتاجين جدا باللص من 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 السنين ديت والكيجي بالذات. لان كلهم بيسألوني اللي عنده كله فقالوا ان شاء الله بيذن الله هننزل وفعلا وقفوا بالوعود ونزلوا 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 والسنة الجاية ان شاء الله هنزلوا بإذن الله. ربنا يكرمك ام ياسين ربنا يكرمكم ربنا يكرمكم يا جماعة ويبارك في اولادكم. اشوفكم ان شاء الله الحص الجاعة على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا لما احتاجت الحص احتاجة عشرة دقيقة ربع ساعة. انا بدأت اقل لربع العشرة من غيرتي ما تقولوا. تمام? اه انا اللي بيرضي الله انا بعمله والله يا جماعة معكم. مع اولادكم. اشوفكم ان شاء الله حسجع لخير. والسلام عليكم. رحمة الله وبركاته.